أمال إيه بقى الحالة التانية اللي ممكن تكون برضو ليه علاقة بالسؤال خلوا بالك و بفكركم السؤال ما ذكرتش الأم هو الطفل بيصحى يعاية ربع ساعة هي قالت كده بس ما قالتش بعد كام ساعة من النوم الحالة التانية بقى هي الرهاب الليلي أو الفزع الليلي وهي حالة تقلئنا إحنا كأطباء شوي إذا حصلت أكتر من مرتين خلال أول ست سنوات من العمر لابد من استشارة تخصص طب نفس الأطفال أكتر من مرتين خلاص؟ إذا حصلت مرة أو اتنين بس خلال أول ست سنين ممكن التعامل معها لأنها أمر غير مقلق يبقى إحنا الجايد أو الدليل بتاعنا إيه؟ إنها تحصل مرة أو اتنين فقط في أول إيه؟ مش في أول ست شهور في أول ست سنين أسباب الرهاب الليلي أسبابه غير معروفة لكن ممكن وضع تصور لهذه الأسباب بعد فحص الطب النفسي الدقيق الرهاب الليلي بيحصل بعد ساعة واحدة بحد أقصى ساعتين من بداية النوم يعني بعد ما الطفل كده نتأكد أنه نام مش دخلناه في السريل لأنه الطفل ممكن يدخل السريل بس ما ينامش في ساعتها لا متأكدين أنه نام لو حصل له الحالة دي بعد ساعة أو ساعتين بيبدأ رهاب ليل الطفل بيقوم مفزوع أكتر من الكابوس أكتر بكتير وعنيه بتبقى مبرقة وفي أطفال يعني في عند مش أطفال الأطفال في الحالة دي بيبقى عندهم شبه تشنج خلاص وبيرجعوا للنوم أسرع من الكابوس يعني بعد كده مش هو لما بيخلص الكابوس ده الطفل بنحاول ننايمه بقى بينام في الحالة التانية دي بينام أسرع لأنه بيكون أجهد أو أقول لكم بقى السر هو الطفل حياة ما بيكونش صاحي بيكون شبه صاحي لو الطفل كبير لما يصحى الصبح بيقى مش فاكر حاجة خالص من اللي حصل ده يعني بنقول له إيه اللي حصل مبارك وتخاف من إيه لو هو كبير يعني هو هنا عنده سنتين مش هنعرف تسأله السؤال ده تقول لك إيه اللي حصل هو ناسي في الكوابيس لأ لو الطفل كبير برضه في الحالتين بلاش نغير مكان نوم الطفل تغيير النوم ده غلط خليكي أنت كأم أو أنت كأب في مكان نوم والحد ما يرجع ينام تاني مفيش أي مانع إنه هو يأنس بوجودك يعني بس أنتو ما تخدوش أنتو تخرجه فاهمين قصدي من مكان نومه بفترض إنه بينام في مكان نومه مفصل وده الطبيعي بلاش أكل أو عصير أو ميا لأن فيه أمهات تقول إيه ده هو تخدم ما جيب له شوية عصير أجيب له حاجة ياكل في حالة التأكد إنه هو كابوس من الفرق بقى اللي أنا شرحته دلوقتي ممكن شوية ميا قليلين جدا أنا شخصيا بفضل حتى الميا لأ لأنه في الرهاب الليلي الطفل بيكون نصف نائم يعني نصف نائم أو نصف مستيقص رغم إنه هو مفتح عينيه خلوا بالكوا قوي من النقطة دي بلاش أكل أو ميا أو عصير لما الطفل يقلق ويكون في هذه الحالة للأسف خلصت حلقتنا النهاردة والأسئلة ما بتخلصش وإن شاء الله دايما الأسئلة ما بتخلصش ودايما نكون عند حصن ظنكم وإن شاء الله كده يكون فيه فرص تانية متكررة نحن نجاوب على عدد كبير من أسئلة حضرتكم